اهلا بكم مع استمرار جهود البحرين في مكافحة جائحة فيروس كورونا ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك تبرز أهمية الأجهزة الرقابية التابعة للدولة ومن هذه الأجهزة إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي تتولى الإشراف والمتابعة على الأعمال الرقابية الخاصة بالأنشطة التجارية والصناعية وضمان فعالية التزامها بالقوانين والأنظمة المنظمة لها كما تتلقى الإدارة الشكاوى والبلاغات ذات الصلة بمهامها وتعمل على معالجتها وحول دور إدارة التفتيش وأهميتها في هذه الفترة تحديدا يسرنا أن يكون معنا الأستاذ مونة العلوي مدير إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ولكن بعد هذا التقرير ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد مشاهدينا وأرحب بضيفتي الأستاذ مونة العلوي مدير إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حمساتك الله بالخير الله يمسك بالخير والعافية مؤخرا الحقيقة وضمن جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا لقينا جهود كبيرة ومشكورة لوزارة التجارة والصناعة والسياحة في عمليات التفتيش والضبط والرقابة السؤال كان يعني الإدارة عند الناس هل زادت وتيرة عمليات التفتيش في هذه الفترة فازدادت عمليات الضبط أم زادت تسليط الضوء عليها مؤخرا؟ أهو الاثنين يعني أهو إدارة التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة هذه المهام التي تقوم فيها كانت من قبل تقوم فيها كرقابة على الأسواق بس على حسب هي إدارة ديناميكية على حسب متطلبات السوق على حسب الأوضاع فالضاعف جهودها فيمكن الحين مثلا صار بالفعل تسليط إعلامي على الإدارة بس مش معناته هو تسليط إعلامي يعني يخلو من جهود قامت بها الإدارة والجهود طبعا أكثر بكثير من ما يتم تسليط الضوء الإعلامي عليه لأنه ليس كل شيء نحن نسليط الضوء الإعلامي عليه ولا نحب أنه دائما يصير حتى المستمع يمل أنه دائما مثلا في أخبار في أخبار نحس أنه مهمة لطمأنة الناس نطلعها بس كأهداف إلى إدارة التفتيش يعني نحن مستمرين في هذا العمل الرقابي ونحاول أنه تكون بيئة العمل يعني كبيئة تجارية تكون شفافة الممارسات تكون نزيهة بحيث أنه حتى هذه يرفع من مؤشر يعني مملكة البحرين لما يكون هناك في عملية رقابة وقوانين والتزام بها حتى يستقطب الاستثمار فيها يعني وحتى التاجر لما يحس بأرياحية أن هناك جهات رقابية تقوم بممارسة دورها يعني عمليات الضبط والتفتيش هي قائمة على مدار السنة على مدارس وحتى الحين أن نفهم من كلامة الفترة الأخيرة يعني أنتم ممكن تعلنون عنها الأشياء الكبيرة المهمة التي تخلق الفرق أما الأشياء البسيطة الروتينية الممارسات هل الفهمة؟ يعني فيه أشياء نمارسها بشكل مستمر روتيني فلما نشوف أن مثلا هذه نحتاج أن نسلط الضوء عليها لغرض إعلامي أن طمأنة الناس أو أن نبين لهم واقع معين ساعات يكون فيه مخاوف ساعات يبغون يعرفون أن بالفعل فيه رقابة بالفعل فيه رقابة نسلط الضوء على النواحي الإعلامية عساس أن نحن نبرز هذا العمل من أكثر ما انتشر السادة مونة يعني ضبط مخازن كبيرة تقوم وتحتوي على كميات كبيرة من المواد الغذائية منها حليب الأطفال وغيرها منتهية الصلاحية ويتم التلاعب بصلاحيتها وانتشر في السوشيال ميديا وتزاما مع عمليات ضبط في دول مجاورة شقيقة لنفس الموضوع خلق حالة من الخوف عند الناس بدأوا يتسألون هل كل الموجود عندنا تشدي أو على الأقل هل هذه منتشر بشكل كبير نبين نقول وبصراحة وبشفافية يعني عهدناها منكم هل هذه أشياء منتشرة أم تحدث لكنها مش اللي الغالب في السوق هي ما نقدر نقول عنها ظاهرة أو أنها حتى منتشرة يعني إحنا ما تعودنا في ملكة البحرين تكون عندنا هذه الحالات من حالات الغش اللي بهذا الحجم يعني في حالات غش أكيد في كل بلد مهما كانت يعني فيها قوانين صارمة اللي تسوي اللي نفسه أن يغش بيقدر يغش بطرقهما بغش لكن هل هي ظاهرة لا عشان تجدي كانت مستغربة يعني مش بس من الشارع مستغربة حتى من عندك جهات رقابية يعني الكل كان مستنكر لهذا الفعل لأنه ليس متعاودي عليه يعني تباعد معاهدته سابقا عمليات بهذا الشكل؟ بهذا الحجم وبهذه الكيفية ما قد صارت يعني في مملكة البحرين يعني الحمد لله القوانين يعني موجودة واللي صار كان مستنكر يعني لو كان عادي كان بصير أنه لا أي هذه متعاودين أنه دائما في غش لا الكل كان مستنكر لهذا الفعل قلنا اللي يبي يغش بيغش حتى لو كانت متجر صغير برادة صغيرة داخل برادة بيغير كمية محدودة لكن أيضا اللي يبي يغش بيدفع الثمن لأن جهودكم موجودة وهل يعني زادت وطيرة عمليات التفتيش يعني إذا كانت في السابق هل في نسبة يعني نقول مثلا كانت هل كثر في السابق كعدد اليوم زادت بنسبة شيئا؟ الزيادة زيادة كبيرة يعني إحنا الإدارة تأسست من العام الماضي في شهر أوغست شهر ثمان يعني ما صغر لها سنة صحيح بس نقارن يعني بين شهر وشهر تضاعف عمليات التفتيش يعني تضاعف بشكل كبير يعني حتى عن مثلا أقدر أقول ثلاثين بالمئة ساعات تصير ستين بالمئة في شهر معين عن الشهر اللي قبله بسبب يعني الإحتياجات اللي تصير الجديدة المستجدات فإحنا عدنا التفتيش الدوري قائم لكن فيه تفتيش بحسب الحاجة مثل هذه الظاهرة يعني تحتاج تسليط ضوء عليها تحتاج جهود أكثر أن يتركز عليها فنخلي التفتيش الجانبي يعني العادي الدوري ما شي شغال لكن ناخد جزء من أوقات المفتشين حق هذه الظاهرة ونحاول أن مثلا نعطيها تسليط ضوء أكثر نعطيها تتبع أكثر لأن أحيانا تصير يعني هي سلسلة هي ما تقف عند حد أي حلقة بالفعل بالضبط أي حلقة وتعرف أصحابها وأحيانا توصل إلى أن حتى تتبع الأصحاب يعني هذه اللي تسببوا في هذه الأزمة أو في هذه الحادثة ووضعوا أيضا في قائمة التحفظ عليهم يعني في القائمة السوداء اللي احنا متعارف عليها فهناك يعني إجراءات كثيرة تترتب على اللي تسود نفسه مثلا أنه يتخذ هذا المنحة ويطلع عن السمت المعروف اللي هو التجارة النزيهة هذا يعني الوضع والاكتشاف اللي لقيتوه في عمليات الضبط والتفتيش وقلتي تفضلت أنه حتى غريب عليكم ويمكن كان مفاجئ لنا نحن كمجتمع هل وضعتوا خطة استراتيجية لعمليات تفتيش محددة خاصة بمثل هذه المستودعات الكبيرة لأن عمليات الغش في مستودع بهذا الحجم تختلف عن عملية غش تحدث في برادة صغيرة أو محل صغير أو مخزن صغير يعني لا يحمل كل هذه الأطنان اللي تشفناها صح يعني إحنا مباشرة بعد هذه العملية اللي هي كان في منطقة الهملة طلبنا من الجهات الأمنية الأخرى ومن الجهات البلديات فيصار تنسيق بين الجهات الحكومية أننا هذه المنطقة نكثف الجهود فيها يعني ما رح نقتصر على هذا المستودع في هذا المكان وإنما هذه المنطقة كثفنا الجهود فيها وأيضا بعد في مناطق أخرى اللي نتوقع أن فيها تخزين رح ندخل إليها بمعية يعني وزارة الداخلية أو الأمن لأن مدام عطتنا هذه مؤشر أن هذه الحادثة صارت فاحتمال أنه يا أما هي تكون امتداد إليها أو قد تكون يعني حالات أخرى نحن ما نمع علمنا إليها فعشان تشري صار في عملية التكثيف للجهود أن نحن هذه المحلات المسكرة طالما معاننا الأمن نقدر أن نحن ندخلها ونشوف شنو داخلها نعم وإن شاء الله ما تكون في مثلها لكن عملية الاحتراز واجب واجب والعمليات الاستباقية مهمة جدا خاصة في مثل هذه الأوقات لتطمين الناس ولحماية وسلامة هذا المجتمع شهر رمضان على الأبواب ورمضان موسم مثل ما هو موسم للعبادة أيضا هو موسم للاستهلاك وترتفع فيه وطيرة الاستهلاك والحاجات وما إلى ذلك شون استعداداتكم استاذ المنزل؟ استعدادات كبيرة يعني يعطيك نموذج أمس مثلا إحنا عدنا التجار كان عدنا اجتماع معهم هم طلبوا اجتماع أبدوا فيه أن استعدادهم لتوفير يعني كميات كبيرة من المنتجات الغدائية وانا شلون قاعدين يتغلبون على العوائق مثلا تغلق حدود بلد شلون يجبون من بلد ثاني وكانوا يشكرون يعني الوزارة والجهات الحكومية الأخرى انه شلون تكاتفت مثلا عملية تسريع دخول المنتجات في الجسر في الجمارك وطلبوا أيضا أن ننسق إليهم مع الجهات الأخرى عمليات اللي هو طرح المنتجات أكثر من الساعات المحددة حاليا فالحمد لله تواصلنا مع أمانات العاصمة ووزارة الداخلية هذه كاستعداد لأنهم راح يطرحون كميات كبيرة حق شهر رمضان وهي كان كله أمس آخر الدوام واليوم صار تمديد لفترة طرح المنتجات فهذه جزء من الدور اللي احنا نقوم فيه كتنسيق بين الجهات يعني احنا لا شك لو طرقوا باب محافظة العاصمة بتسوي نفس التنسيق فهي احنا شلون نتكامل فهذه واحد من الاستعدادات لأمور الأخرى الاعتيادية يعني في شهر رمضان المتوقع أن الناس تحب أن تشوف أن فيه رقابة أكثر لأن تكون في حملات ترويجية أكثر حملات الترويجية الواحد يبغي يطمئن إليها هل هي صحيحة؟ مو صحيحة فحنا حين في تفتشون على عروض الترويج يعني هل الحملة مثلا حملة الترويج تصاحبها أشياء كثيرة تصاحبها مثلا بروشورات فيها سلع وفيها أسعار فحنا نطابقها يعني المفتش راح يأخذ كم من سلع يطابق الموجود في البروشور هذا الإعلاني هل هو نفسه بالضبط على الرف نفس السعر والأسعار اللي موجودة على الرف هل هي نفسها عند وقت المحاسبة فهذه كلها من الأم الصلاحية الصلاحية بالضبط يعني هي تخزين وما إلى ذلك التخزين يمكن من يعني إذا كانت مواد غدائية من جهة وزارة الصحة بس إحنا كأشياء العامة أنه هناك أسعار معلنة لأن خاصة في هذا الشهر الفضيل وجد تكون في عمليات العروض فالعروض تعرف أنه يعني كان فيه سعر أحين سعر آخر أحيانا يمكن يخلص موسم التخفيض وما يرجعون الأسعار مثل ما هي فالمستهلك يمكن يأخذ سلعة ويروح يشوفها عند المحاسبة شي مختلف فهذه من الأشياء التي تساعدهم أن تكون البيئة سليمة في طرح المنتجات يعني وزارة الصناعة طبعا بدورها الاستراتيجي تنفيذا لتوجهات الدولة بأن يكون هناك مخزون استراتيجي وأعلن عنها سعارة الوزير وزيرة الصناعة بأنه إلى ستة أشهر حسب توجيهات الدولة والله الحمد بالتكامل والتعاون مع الموردين والموردين قال لهم دور حقيقة وطني يشكرون عليه طبعا هما تجار يسعون للربح لكن دورهم أيضا في تأمين المواد الرئيسية دور مهم ومهم جدا وهاي يمكن يتعلق بدور الوزارة كلها لكن أنتوا في إدارة التفتيش دوركم تتأكدون بأن ما يعرض في السوق هو سليم من حيث الصلاحية والجودة وما إلى ذلك فنقدر نقول أن في رمضان إن شاء الله بترتفع وطيرة حملات التفتيش أو هي بدأت أراد هي بدأت بس بعد قاعد نزيدها يعني مثل ما تفضلت قرارات لجنة تنسيقية برأسة صاحب السمو ولي الأحد كانت واضحا نتأمين المخزون حق ستة أشهر نعم إحنا شنو دورنا يعني كإدارة التفتيش إحنا لما ننزل في الأسواق دائما نتشاه يعني في ردود فعل إيجابية حتى من التجار ومن المستهلكين أن كون الوزارة المفتشين موجودين في الأسواق يصير في عملية ثقة أن ما في أحد مثلا يكد السلع ما في أحد قاعد يتلعب في الأسعار لأن في حالة أن يعني يحسون أن هناك عيون ساهرة من أجلها من أجل هذا السوق يعني إحنا المفتشين ينزلون من تقريبا 11 في الليل إلى الصبح وقت طرح المنتجات اللي هو في المزاد فهذه كلها قاعدة الضاعف يعني وبدأت من قبل والحين قاعد نزيدها يعني حين فترة الطرح صارت بدل 6 الصبح إلى الساعة 9 فمفتشين راح يكونوا بعد على يتزامنون مع هذه الفترة لأن شهر رمضان وبتصير فيها طرح كميات كبيرة من المنتجات فلا بد أن نحن بعد نتوافق يعني ونغير الخطط بحيث أنها تمتد إلى نهاية الساعة اللي بيكون فيها طرح المنتجات نعم الساعة 9 بتكون هذه حسب اللي أعلنة والساعة 9 في دول كثيرة على مستوى العالم ودول عربية أيضا شاهدنا هناك تهافت كبير من المواطنين للبحث عن سلع بعضها يختفي أو لتخزين سلع مبالغ فيه والحقيقة كل شيء مخزن بشكل مبالغ فيه وبزيادة غير محتاجة أن تحرم شخص آخر قد يكون في حاجة لهذه الساعة وكان هناك توجيهات دائما بأنه لا تداعي للهلع أو تخزين كميات مبالغ فيها والتسارع وما إلى ذلك رمضان طبيعة الناس واستهلاكها يزيد شوي وانتوا الحمد لله دائما تأكدون بأنه كوزارة في مخزون استراتيجي ستة شوى شا تقولين للمستهلكين في مسألة عدم التدافع الكبير والذهاب بأعداد كبيرة قد تكون متضاربة مع جهود الدولة لمكافحة الفيروس والتباعد الاجتماعي وأخذ الاحترازات وما إلى ذلك يعني لازم الناس تثق أنه في عيون ساهرة يعني قرارات الحكومة الرشيدة والحالات الاستباقية التي تصير قبل لا يصير شحة في الأسواق لجنة تنسيقية ستبادرت وعملت كل هذه الإجراءات أن تأمين مخزون غذائي لمدة ستة أشهر يعني في أسوأ الأحوال المعنات أننا كمواطنين أو مقيمين لو أغلقت حدود لو أي شيء يحدث لازلنا نعرف أنه في مخزون إلى ستة أشهر يعني الغلق لا يمتد إلى ستة أشهر فالناس لماذا تتهافت على أشياء أصلاً؟ هي ترفع الأسعار هي ممارساتها أنه ليس فقط ترفع الأسعار نحن قاعدين نكافح عملية اللي هو التكاتف السكاني مثلاً في منطقة معينة فأحياناً نصير عندهم هلع فيروحون للأسواق وصير تجمعات إنزان شنو سببها؟ خوفهم إزاين بالأكس لازم هم يكونوا قاعدين في بيوتهم يكونوا تسوقهم الاحتيادي العادي لأن عملية أن أنا أخاف وإنت تخاف وهذا يخاف صير في تزاحم في الأسواق وهذا اللي يؤدي لانتشار الأمبار وخوف غير مبرر على نفاتك وبعكس التوجهات أنت تبع تباعد اجتماعي تباهم يقعدهم في البيت هم قاعدين يروحون للأسواق وما لا داعي مثل ما تفضلت قد تغلق أبواب بعض الدول تسوق حدودها لفترة معينة في دول ثاني بتفتح ومورديننا والوزارة يعني قاعدت سعال يعني الموردين عطونا صورة جداً إيجابية قالوا إحنا يعني في أمور مثلاً قاعدين نتجاوز إحنا ما نقول لكم كوزارة لأن هذه دورنا إحنا كدورنا كتجار هاي شغلنا إن متى ما أغلقت حدود إحنا نشوف منتجات مصدر آخر صار مثلاً في شحة في منتج يعني شيء معين نشوف البديل إليه فقاعدين يطرحون منتجات يعني حتى المفتشين كل يوم يعطوني تقرير يومي يعني تقريباً الساعة خمسة أستلم الصباح فالجميل فيه أنه انتهى مثلاً خلنا نقول الموز من الدولة الفلانية طرحه موز من الإكوادور انتهى منتج من مثلاً بلد الفلاني طرحه من دائماً فيه منتجات أخرى يعني بدول أخرى ففيه بحث وهذا أكثر شيء يمكن أن نلاحظة أو راح حتى نلاحظة في موضوع الخضروات والفواكه لأن هذه الأشياء استهلاكها أو استيرادها لكمي يعني لفترات محدودة ما تقرأت داخل لستة أو سبع شهور وهذه عملية مستمرة لقينا فعلاً منتجات من دول تختفي تظهر نفسها بس من دول ثانية يعني لا داعي للتسارع يعني هو فيه أشياء ساعات موسمية يعني هذا موسمة يخلص وهي موسمية وترجع لك منتجات أخرى يعني صنف ثاني يعني برتقال خلص من هالنوع بيأتي لك برتقال ثاني فدائماً وهذا من اعتادين عليه يعني موشي بس في حين مثلاً في هذه الأزمة لا هي يعني بشكل اعتيادي دائماً التجارع ولو ما كان نموز فترة شل المشكلة؟ لا تسرع لقينا من الأشياء المهمة والحقيقة اللي عززت جهودكم وهي عززت الانتماء الوطني اللي لدينا كلنا يمكن من الأشياء اللي كانت مفرحة في هذه الجائحة دور المتطوعين متطوعين بالألاف تجاوزوا ثلاثين ألف وكان لي إدارة التفتيج نصيب منهم حوالي سبعين متطوع يعملون معكم في عمليات التفتيج كلمين عنهم شلون تم اختيارهم تدريبهم وشلون أدوارهم؟ طبعاً أنا بس أحب أن أول شي أشكر يعني كناس متطوعين يعني يبدأ أو يبين شلون أن هناك روح طيبة في المجتمع يعني تطوع دائماً تقاسبة تقدم الشعوب يعني تشوف واحد من المؤشرات العالمية التطوع لأن يعكس شلون اللحمة بين الشعب وبين الناس والمقيمين مثلاً للكل قاعد يستعد أن يبدي استعداده أنه يساهم الكل يبغي يكون يشارك فهذه حقيقة يعني لابد أن نحن نقابلها يعني برحابة ونستقطب هذه الطاقات في ناس كثيرة يعني عندهم طاقات ويبغون يعني يسخرونها حق خدمة البلد فإحنا صار عندنا يعني قائمة كبيرة من المتطوعين اللي صار أننا نسقنا يعني في الموارد البشرية مع مكتب النائب الأول على اختيار عدد معين حسب قدرات الإدارة أنها تتحملها لأننا نحن نخلي كل المفتش مع عدد معين مجموعة معين من المتطوعين فصار لأن في هذا الظروف ما تقدر تجتمعي إياهم فصار فيه لقاء مرئي معهم يعني مع كيل المتطوعين وحضر الوكيل المساعد للرقابة والموارد على أساس بعد يعطيهم يعني دافع وتشجيع أنه موش بس مديرة الإدارة حتى الوكيل المساعد يعني كان موجود بحيث أننا احنا افتتحنا هذا اللقاء خليناهم الكلي يتكلم الكلي يعني يعبر عن مثل ما يقولون استعداد وشلون راح يطوع شرحنا ليهم آلية العمل في الإدارة بشكل مفصل يعني شلون راح تكون أدوارهم وبعدين وزعناهم مع كل مفتش وعطيناهم القوائم في صار يعني عملية تنسيقية إدارية يعني مناسبة عساس وميدانيا المفتش اللي ينزل معهم هو اللي يراقب ويشوفهم هو اللي عند الضبطية القضائية يكسبهم الخبرة ويشرح إليهم الأمور وهما يعني أول يوم كان فيه التقاء في نفس المكان على أساس يراويهم يعني عمليا شلون يصير عملية التفتيش وين يركز في هذه المرحلة لأننا حين إحنا مو بحاجة للتفتيش العادي كثير ما أشياء معينة من قرارات اللجنة التنسيقية هي لأننا بنتأكد منها وهاي دور المتطوعين يعني في التوعية في مثل هذه الأمور وبعدين ضبطية القضائية تكون عند المفتش عند المفتش والتحويل إلى النيابة إن هناك حاجة يكون عن طريق المفتش هو راح يضبط الحالة وبعدين الإدارة راح تتواصل تحول النيابة فصار لهم تدريب بهذا الطريقة ولا زال في يعني أي مثلا حين نفترض أنه في قرارات جديدة إيشلون نوصلها حق المتطوعين نحن طبعا بعد قدنا غروب واتساب حق المتطوعين كلنا كامل معهم وكل مفتش عنده غروب صغير مجموعة صغيرة فلما في الإدارة أنه في قرار كذا كذا عليكم مثلا بهذه الطريقة مارسونة وهم يوصلون حق المتطوعين شو لقيتم وممارستهم تجاوب القطاع التجاري معهم خلال هذه الفترة والله تجاوب يعني جدا حلوء وهم بعد يحسون بالمتعة وهم يعني أننا قاعدين نقدمون شي بالفعل حق البلد استلمنا من مكتب النائب الأول إشارات اللي عليها متطوع فهذا بعد يعطيهم صفة أنه ترى أنا متطوع رسمي لأن نحن ناخد المتطوعين فقط من خلال المنصة الوطنية للتطوع عمل لهم في الوزارة بعد بطاقة تعريفية حالهم حال المفتش بحيث أن لما يدخل يعني في أي محل تجاري هوية معروفة هوية معروفة فيتجاوبون إياه أنه مفتش بس هو متطوع في هذا الحال جميل فهي تجاوب معهم كواهم الله لهم كل التحية المتطوعين في كل مجال صحيح يعني بالفعل شيئا نفخر فيه إن شاء الله وإن شاء الله رح نستذكرها بكثير من الفخر عيد شونا نتعاملوا مع شكاوي الناس لأن رغم كل جهودكم المواطن أيضا والمجتمع لازم يكون واعي والمواطن مسؤول وعليه دور لما تيكم شكاوة يعني سواء عن طريق الاتصال أو غيره شونا تتم عملية التعامل مع هذا الشكاوي طبعا الشكاوي نحن من قبل كنا نستلمها وكانت عالية يعني وطيرتها كلش عالية بس من صارت يعني مكافحة الفيروس وصار في عملية اللي هو غلق المحال التجارية ووجد وردتنا استفسارات ووجد وردتنا شكاوي بعد في المقابل فيعني الكادر اللي هو اللي قاعد في الإدارة يستقبل المكالمات أو يستقبل الشكاوي يعني شيء ما هو للصراحة ويشكرون عليه لأن من جانب شكاوي ومن جانب استفسارات والشكاوي كثيرة وأحيانا بعد يعني تكون على أشياء يعني هي شكوى لكن تترتب عليها كثير من الإجراءات يعني يمكن هو الشاك يقدمها بس ما عرف أنه ترى بعدين عقبها تنسيق مع وزارة الصحة مع الداخلية مع كذا عشان مثلا نعمل كمية عشان نضبط حالة معينة مثل على سبيل المثال في ممارسة إلى مهنة الحلاقة في واحد من المنازل يعني فهو بدل ما يمارسها يعني حين أغلق النشاط وفتح بيت إيه بالضبط إيه إحنا ما نقدر ندخل في البيوت فيصير فيه تنسيق فهو واحد من يبلغ كشكوى هو بلغها كذا كلمة لكن نشوف الإجراءات التي تتبعها يعني داخلية الصحة داخلية إحنا الصحة فكلنا نروح مجتمعين عساس أن نضبطها بحالة تلبس أننا بالفعل نثبتها وتتحول بعدين إلى النيابة لأخذ الإجراءات القانونية جميل الآن يعني كثير من الأدوار التي تقومون فيها لعل منها أيضا الجانب التثقيفي والتوعوي هل إدارتكم تقوم بمثل هذا الدور أم هذا يعني تابع الإدارات الثانية لا إحنا إدارتنا تقوم بهذا الدور لأننا يعني جنبا إلى جنب مثل ما نروح كتفتيش في نفس الوقت صرت عملية التوعية يعني متزامنة مع بعض ما تخلو لأن ناسي غفلة فالواحد ذكره أن في مثلا خطأ ساعة حتى في التسمية حرف غلط مثلا في اللوحة الإعلانية فنحن نوعيهم ترى هذه تعتبر مخالفة الإجراءات الإجراءات الضفظ الآن مثلا في هذه الفترة الأكثر هي التوعية لأن هذه المواضيع لا يتأخذ عليها إجراء وإنما هي تحتاج لتوعية يعني هي تتعامل مع ناس أن صايرين متقاربين فتقول لهم أمنوا المسافات مثلا التباعد الاجتماعي ما لابس كمام البس كمام يعني في أمور هذه كلا تحتاج لإرشاد أكثر من أن هي أداة رقابية وأن أنت تأخذ عليها إجراء العملية متكاملة متكاملة التوعية والإشراف يعني أنتو مو هدفكم يعني ضبط الناس وتحويلهم أنتو هدفكم أن تتوقف هذه الممارسات وبالتالي تتوقف بالوعي وتتوقف أيضا بالقانون وهي في النهاية لحمايتهم يعني لحماية الجميع وحماية المجتمع من ضمن يعني المستجدات الدائمة وتفضلتي قبل شوي أن هناك مستجدات فتوصلونها للمتطوعين بالأمس كان في يعني إعلان عن قرار بإغلاق غرف تبديل أو تجربة الملابس في محلات بيع الملابس هاي طبعا لكم دور وأعتقد الصحة أيضا لها دور فتكلمين عن هاي دوركم طبعا نحن نتكامل كفريق البحرين يعني هو القرار طلع من صدر من وزارة الصحة من وزيرة الصحة لكن ما معناته أن هذا يقتصر على وزارة الصحة طالما نحن عدنا مفتشين وقاعدين نقومون في الأسواق فكل ما تطلع قرارات سواء من وزارات أو من لجنة تنسيقية نحن كإدارة نستوعبها ونمارسها فمثلا المحلات لا بد أن المفتش عندما يدخل إذا كان في غرفة قياس يعرف أن عليها شريط أنه ممنوع الدخول غرف القياس الأشياء التي تستخدم لمرة واحدة مثلا أو قابل أن الواحد يجربها هذه الممارسة سيوقفها على سبيل المثال أن البعض كان يجرب الكمام يعني تخيل أن الكمام التي تتخاف حتى الكمام حتى الكمام يعني ساعات نضحك نقول لازم تلبسها مرتين يعني يعني يعطي كمام مع فيروس فإحنا نقول يعني هذه الممارسة لازم تتوقف عنها مثلا المكياج بعضهم كانوا يستخدمونها نزيل ممكن أحد ثاني بعد يستخدمها للتجربة فهذه كلها تحتاج إلى توعية النظارات مثلا النظارات قابلة للتعقيم فهذه نقول لهم قبل لا يستخدمها واحد أن نتعقمها يعني عادي أن الواحد يلبسها بس المتطوعين يعني منتشرين في الأسواق وتوصلنا صورهم وحقيقة جميلة يعطيكم العافية جهدكم مواضحة مقدرة من المجتمع بشكل عام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تلعب دور كبير بكل إداراتها ومنها طبعا ما نخفل إدارات التفتيش التي ترأسينا وتديرينا حضرتك دوركم كبير ومهم واتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله لأن البحرين اليوم محتاجة تكاتف الجميع نحن كلنا فريق البحرين وكلنا إن شاء الله مجتمع واعي ننقل خبراتنا البعض شكرا حضرتك شكرا جزيلا شكرا على الاستضافة شرف لنا كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة على أمل اللقاء ترككم في حفظ الله ورعايته شكرا للمشاهدة